تفقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء خالد شعيب محافظ مطروح مركز الخدمة المطور بمنطقة الكيلو أربعة واطلع على ما يقدمه المنفذ من خدمات تموينية ورقمية للتيسير على الأهالي وخلال زيارة الوزير المحافظة تفقد أحد المخابز البلدية بمنطقة عالم الروم للوقوف على الطاقة الإنتاجية والاتمئنان على الالتزام بالجودة وبوزن الرغيف كما تفقد المعرض اللوجستي لبيع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة تصل إلى 20%